وإلى دبي حيث أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليؤهد دبي رئيس المجلس التنفيذية أن النجاحات المتحققة لاقتصاد دبي ضمن مختلف قطاعاته تعزز الثقة في مستقبله وما ينتظره من فرص جديدة من النمو والازدهارة بفضل رؤية وتوجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي أسس لدبي نهجا اقتصاديا طموحا يرتكز في صلبي على نموذج فريد للشراكة مع القطاع الخاصة جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس العلا رئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وسمو الشيخ لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي المهنئين بشهر رمضان المباركة كما نوها سموه بدور القطاع الخاص في تعزيز مسيرات التنمية الشاملة في دبي وقال سموه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسها راسخة ومستقبلها في ازدهار ترجمة نانسي قنقر